لم تقتصر يد الفساد الطولة في العراق على قوت المواطنين في مأكلهم ومشربهم ولا على أرزاقهم في صفقات التعيينات المليارية بل وصلت حتى دواء علالهم أدوية ومستلزمات طبية تستخدم في عمليات القلب إحدى أدق وأخطر العمليات في الطب الحديث هي منتهية الصلاحية في مركز شهيد المحرب لعمليات القلب المفتوح بمحافظة بابل 19 مادة أو أكثر تستخدمها المستشفى لأغراض حساسة كمادة الهبارين المضادة لتخثر الدم ولوازمة عقيم أخرى وجدت في المركز بتواريخ منتهية وصلت معلومات بأن هناك مواد ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية في مركز شهيد المحرب في صارة عمليات القلب المفتوح هذه المواد كلها منتهية الصلاحية وتستخدم في عمليات القلب المفتوح تم إيجاد 19 مادة منها أدوية تستخدم أبر أمبولات تستخدم كمادة تخديرية ومادة ضد الهبارين يعني تمنع النزف عند المريض ذا نثنين اللي قيناها الأكسباير لا يمكن بأي حال من الأحوال تصور تلك اليد التي تعطي دواء لمريض محتاج وهي تعلم أنه لا يعمل فيما تعكف يد تدعي الحساب على التغاضي عن مثل هذه الممارسات حتى أصبحت متفشية بشكل كبير وباتت تنخر مؤسسات الدولة المهترئة أصلا تم الاتصال بالمديرية الصحة بابل وتم الإعاز لهم بتشكيل لجانة حقيقية بالخصوص لحد الآن اللي توصلنا له أنه هناك أمر إتلاف ببعض هذه الأدوية وتوجد وثائق تثبت هذا الموضوع أما فيما يخص المقصرية نعتقد أنه خلال يومين القادمين ستقول اللجانة التحقيقية كلمتها الفصل ولئن كان المشهد المعلن يصور على أنه محاسبة فاسدين مستهترين بأرواح الناس فإنه يحال إلى ما سبقه من ملفات فساد كثيرة كشفت لكنها ولسبب ما لم تجد طريقها إلى المحاسبة في عراق يصنف فيه المتهم وفق انتماءات حزبية ومصالح شخصية ضيقة فأصبحت البلاد على رأس قوائم الفساد الإداري والمالي في العالم بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة